قدرة الفريق من مطار الكاهرة باقي فجر اليوم وفي طريقهم للوصول اللي جانيهم الحمد لله خاصة وسلام الحمد لله الحمد لله النقطة الثانية أن مستر فيلر نفسه محتاج أن هو يرد بقوة على كل الكلام وكل التقارير اللي كتبنا عن نوسي رزيتية بتاعته اللي اتقلت أن هي ممكن تكون مش بالأهمية الكبيرة أو مش لا يمتلك فيها قوة كبيرة التشكيك اللي كان بيحصل وأعتقد أن ده أمر أنا كنت شايف أنه هو حرب نفسية كانت بتقام ضد المدير الثاني حرب نفسية لأن النهاردة الكوة اللي شغالة في السوشال ميديا دلوقتي بتلعب دور كبير جدا في المضاعد دوت إزاي أنا أحبط من معنوياتك وإزاي أنا أحط من معنوياتك وإزاي في نفس الوقت أرفعك لدرجة في السماء النهاردة الحرب النفسية دي للأسف شغال وكلنا بنشوفها وبنقرها فأعتقد أن ده كان في إطار الحرب النفسية اللي كانت ضد فيلر واللي كانت ضد النادي الأهلي وأعتقد أن عشان كده السبب ده ميستر فيلر مطالب أن يرد بقوة على كل هذه التقارير وأن يحقق نتيجة إيجابية وأن يحسن اختيار التشكيل التي يقود بها المباراة أمام فريق ما أعتقدش أن هو بالقوة الكبيرة لكن الظروف زي ما قلنا السفر بر مصر وظروف فريق ما نعرفهش وهو كابتن ميستر فيلر نفسه تقريبا ما لعبش في أجواء أفريقية قبل كده فهي دي كلها بتبقى سعوة مباراة لكن على سيقه إن شاء الله بالتشكيلة الموجودة وباللعبين الموجودين وبالدكة القوية جدا اللي يمتلكها النادي الأهلي إنه يعبر المباراة بأمان وحق أن تيجي جيدة جدا قبل اللقاء العودة إن شاء الله إن شاء الله بإذن النادي الأهلي يكون موفق في هذه المباراة وزي ما حضراتكم شايفين كده لقطات مغادرة البعثة فجر اليوم وطبعا كل التحيات تقدير لفريق العمل المرافق لبعثة النادي الأهلي هناك في غنية الإسرائيل طيب بتتوقع الشكل النادي الأهلي يكون إزاي في مباراة كانو سبورت سواء من حيث الأداء أو من حيث تشكيل هذه المباراة طيب أبما توقع خلينا نتمنى بقى يعني نتمنى خلينا نتمنى بكرة ممتعة كرة جيدة كرة هجومية لما يمتلك النادي الأهلي من لعبين هذا ممكن يحصل من أول مباراة يحصل من أول مباراة خصوصا أن التدريبات اللي كان بيعودها ميستر فايري كان بتقول أنه هو الراجل هو نفسه صرح من أول مجيب وقال أنه هو بحب يلعب كرة هجومية العناصر الموجودة والتولز اللي موجودة في إيديك دلوقتي من معابين موجودين يخليك تلعب كرة هجومية بشكل كويس جدا الجميل دلوقتي في النادي الأهلي أو الحاجة الكويسة اللي حصلة دلوقتي أن عكس المسلمين اللي فات أو المسلمين اللي قبلوا الفرقة تقريبا المكتملة العناصر جيدة جدا النهاردة بنلاقي محمد هاني وأحمد فتحي اللي اتنين على نفس المستوى واحد فيهم بيعد على الدكة واحد فيهم بيشارك في الملعب عندنا ما شاء الله في نص ملعب في حمر السولية في ألو ديانج في حسام عشور نفسه بيعد على الدكة في حمد فتحي اللعيب رائع جدا فإذا كل مركز في المراكز التعترفير دلوقتي بقى فيها لعيب قوي ولعيب قادر أنه هو يسد الفراغ فكل الظروف دي أو كل التولز دي أقدر أنا يتبقى حاجة واحدة بس أن أنا زي أوظف اللعيبة دي جو الملعب إذا كان أنا عندي فكر هجومي وعندي كل العناصر دي موجودة ما شاء الله عناصر متميزة في كل المراكز في الحقيقة قائمة مميزة بصراحة ممتازة بالمناسبة القائمة مكتملة مع عدرامي ربيع يعني الستة وعشر لعب إن شاء الله موجودين مع الهل اللي جايب الوحيدة والربيع على الإصابة بالزبط لك عندك بديل عندك عندك كل جهز بعد كده يعني عندك كاسر إبراهيم موجود وعندك محمد أولي موجود وعندك اللي يسد وأيمن أشرف حتى رغم الكلام اللي تقال أو التغير اللي تلاتة أن مستر باير مش هيلعبه كلاعب دلوقتي ما السياك لكن يقدر في أي وقت أنه يتعب به لو اقتطادت الحاجة يعني عشان كده بقولك أن احنا الاختيار التشكيلة واختيار اللعيبة اللي هتشارك في المباراة ده أهم نقطة عايزين نشوفها احنا بقى مهير نادر أهلي تقريبا عانت الفترة اللي فاتت كان مستر لسارتي معاليش عطر أتكلم عليه سريعا جدا إنه كان عنده لعيبة كويسة جدا وكان عنده لعيبة ممتازة جدا ومع ذلك كانت النتائج ماشي أوكي كان بحق انتصارات لكن ما فيش أحساس الأداء ما فيش الأحساس بالمتعة ما فيش يعني اللي كان بيعمل قبل كده مثل مهير الجزير اللي هو الإجهاز على المنافس السوء دايما ما كانش مقنع ما كانش مقنع وما كانش بفرق سكور يعني بيتلاقي دايما النتيجة بتبقى واحد اتنين والإمتاع والإقناع مش موجودين فالأعتقد أن الغالبية العظمة من جمهير نادر أهل دلوقتي بتتمنى إمتاع مع نتيجة مع أداء قوي لو طبعا هم تمعهم معلش حق أن هم يطمعوا دولتا لأن لعبتهم من أفضل لعبة الموجودة في مصر وعارفين قدرات لعبتهم كواس جدا وما كانش فيه توظيف لهم في الفترة اللي فاتت بشكل كواس جدا فهم طبعا عنهم في الثلاث حاجات دول أعتقد أن لو ماستر فيلر أظهر اتنين منهم بس فهو هيكسب سقط واحترام جمهير الأهلي من أول مباراة هل بتشوف أن دلوقتي المسئولية بقت أكبر نسبيا على اللاعبين بعدما مجلس الإدارة ووفر كل الإمكانيات تقريبا سواء جهاز فني أجهزة خاصة لفرقة كل حاجة متوفرة بالنسبة للنادي الأهلي والفريق الأول بالتحديد هل المسئولية أصبحت أكبر عيابة أن النادي الأهلي بدون وضع ضغوط لأنني أضعهم ضغوط لكن دلوقتي يومهم طالبين أن هم يثبتوا نفسهم بشكل أكبر من كده أخذنا الدوري وكلام من ده لكن دائما بيبقى الأهم دوري أبطال أفريق طبعا هل بتتطفق معي في الجزئين؟ متتطفق معاك تماما لكن برضو عايزين الشغل المدرب إنه زي ما قلنا بالزبط يعني زي ما قلنا اللعيبة كانت موجودة لكن ما كانش فيه توظيف كويس فده اللي خلل البطولات هربت واحدة ورد تانية من المساقل بسرط حقيقي كان ده كان ده موجود لكن دلوقتي بقى النهاردة انتم إن شاء الله يعني كلكم فرمة وشوفنا اللعيبة حتى سواء كان رمضان الصبحي أو كل اللعيبة اللي شاركت في المنتخب القلومي كانت ما شاء الله عليها وصلاح محصن طبعا ووحمت كلهم لا يعني بكلم تحديدا على رمضان الصبحي وصلاح محصن الاتنين وكانوا ممتازين وظهرين بشكل كويس جدا اللعيبة كمان اللي موجودة في النادي الأهلي الباقية يعني عالي معدول ما شاء الله في كمة مكدوين آه ما شاء الله لو تكلمت على حمدي فتحي بيعيش يعني أفضل فترة مظلومة من أولاد الأهلي في نيار الفات أفضل فترة حمد فتحي بيعيش نستني منه هو هو ميست حمد فتحي أنه هو لعيب تحس أنه عنده أقدام